فضيل الدكتور في الوقت الذي نتحدث فيه الآن هناك بعض من من يعد العدة لكثير من الأعمال السيئة في ليلة العيد وفي أيام العيد وهناك ترتيب بعض الناس بعض الشباب على وجه الخصوص من يقومون بهذا الأمر على اعتبر أنه قضى رمضان وانتهى رمضان فبماذا تنصحهم فضيل الدكتور؟ هذه مشكلة لأنهم للأسف ما فهموا أصلا لما شرع الله رمضان ولما فرض علينا رمضان ليش صمنا أصلا؟ ليش أقمنا الليل وقرأنا القرآن وفعلنا كل هذه العبادات؟ هذه المشكلة لأنهم ما فهموا حقيقة العبادة ولهذا مثل ما تفضلت من الآن حاجز ليفسق ويفجر ويفعل ما يفعل بعد رمضان دائما الإنسان يريد أن يعرف النتيجة قبل موعدها الإنسان الذي قدم اختبار دائما يسأل من يطلع النتيجة النتيجة بعد كم ساعة تطلع بكرة تطلع لا لا أبي الآن قدم مقابلة على وظيفة يمكن ما ينام الليل يريد أن يعرف هل قبلوني أو لا قبلوني؟ أي شيء يفعلها الإنسان يريد أن يعرف نتيجة قبل موعدها لن يعرف أحد في الأرض لن يعرف أحد في الأرض هل صيامنا وقيامنا قبل لن يعرف أحد هذا العلم خاص فيه عند الله سبحانه وتعالى لن يعرف الإنسان إلا متى إلا يوم القيامة حين تنشر الصحائف وتتطاير الكتب فيرى كل واحد عمله هل قبل أو لم يقبل هذا لا يعرفه أحد ولا يجزم به أحد لكن لكن هناك علامات تدل على أن رمضان قبل منا من هذه العلامات التي ذكرتها في السؤال أخي الكريم مجاهد أن الإنسان إذا كان ينوي من الحين أنه بعد رمضان يرجع كما كان قبل رمضان حط علامة حمرة وعلامة التنبيه أنه في خطر على صيامك وعلى قيامك هذا كله لأنه يقولون من علامات القبول أن الإنسان أو العبد يكون بعد رمضان حاله أفضل من قبل رمضان ميصر يرجع إلى ما كان عليه أو أسوأ مما كان عليه هذه في مشكلة يعني واحد تقول شلون فلان نجح في الدورة والله بعد ما تخرج من الدورة تحسن وضعه تحسن حاله صح أو لا؟ هذا نجح في الدورة صحيح لأنه بعد الدورة تدرب وبعد التدريب صار وضع أفضل تقول لي بعد رمضان يرجع حالك في العبادة مثل ما كنت قبل رمضان كأنك ما دخلت هذه الدورة أصلاً طيب إذا رجعت أسوأ مما كنت قبل رمضان أعوذ بالله يعني رمضان مو فقط قد يكون غير مقبول قد يكون رمضان حج عليك أصلاً يوم القيامة وهذه مصيبة طيب شنو العلامة اللي تشعرني بأن رمضان كأن الله عز وجل قبيله مني من أعظم العلامات أن يكون حالك بعد رمضان أفضل من حالك قبل رمضان ورح نذكرها بالتفصيل هذه شوف إقبالك على المسجد على الصلاة لما يأذن المؤذن في رمضان كنت ما شاء الله عليك يلا يلا ما بقى شيء على الأذان يلا خلي حق المسجد يلا بسرعة تجهزون الصلاة الله تصلي لو ساعتين عادي عندك ولا فيها أي شيء مستانس أصلاً في الصلاة مستانس طيب هذه الدورة التي تعلمتها شهر كامل هل جعلتك بعد رمضان أفضل من قبل رمضان قبل رمضان كنت يالله يالله بعد الأذان تنطر الإقامة ألحي الله صرت عند الأذان أروح المسجد على طول أول مرأة في بيتها فرشت مصلاها وسجادتها قبل الأذان ما شاء الله عليها مجهز المصحف والسجادة وراحة تتوضى وجالسة تنتظر الأذان يما ما كنت شدي قبل رمضان كنت يا الله لا 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 الحمد لله أنا رمضان شعرت بلذة العبادة اللي أريد أن أكمل فيها ترى شنو رمضان رمضان نفس الشمس اللي قبل رمضان نفس القمر نفس الأيام هي الأيام المكان هو المكان الساعات هي الساعات ما فرق شيء في يوم جمعة وسبت وأحد وأثنين نفس الشيء بعد رمضان وفي رمضان طيب شنو فرق رمضان عند غير رمضان ترى العبادة الصيام والقيام هاتين العبادتان اللي جعلت لرمضان الأجواء الروحانية والجميلة واللذة اللي في القلب طيب ما أودك أنك تستمر في هذه اللذة بعد رمضان إذا شفت حالك مقبل على الطاعة بعد رمضان ورح نذكر أسباب الثبات ما بعد رمضان نعم إذا سنحن سمح لنا الوقت ورح نذكر أسباب الثبات ما بعد رمضان إذا شفت نفسك نفس الشيء أنت تعرف أن الله قبل منك رمضان فيه امرأة كانت في مكة يعني فيه عقلها شوية كانها مجنونة كانت امرأة كبيرة لن تكن يعني في الإسلام في الجاهلية معروفة يعني عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه المرأة عندها غزل تعرفون الغزل تنسج الصوف وتعب ترى الغزل الغزل مو شيء بسيط وكانت تنسج أجمل نسيج الكل يتمنى لو يشتريه منها فإذا شاف الناس نسيجها شي تسوي تخربها كأن في عقلها شيء وكانت معروفة في مكة الله يقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين جميعا ولا تكونوا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا لا تسوون مثل ما كانت تسوي فلانة مع غزلها طيب شنو علاقتها فينا نفس الشيء أنت الآن في رمضان نسجت أجمل نسيج شفت دموعك في قيام الليل شفت كم خطبة ختمت شفت صيامك ما أجمله شفت دعائك ونترافع عيدك وتتضرع إلى الله ترى هذا أجمل نسيج سويت أنت رسمت أحلى لوحة أنت لا تجي في يوم العيد تخرب اللوحة هذه كلها لا تجي وتمزق هذا النسيج مرة ثانية لا 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 والله حرام حرام عشانك ترى مو عشان غيرك ترى محت خسران غيرك ترى رب العالمين ما تنفع طاعتنا ولا تضر معصيتنا والله لو كل أهل الأرض كل أهل الأرض هالثمانية مليار إلا تخيل مو بس البشر معاهم الجن كلهم اللي في الأرض كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم جيب لي أصلح واحد في الأرض كلها وكل هالثمانية مليار إلا والجن معاهم كانوا على صلاح هذا الرجل نفس الصلاح والتقوى ما زاد ذلك في ملك الله شيئا الله ما رح يستفيد شيء ترى هذا كل لنا حنة حنة نحن المستفيدين فإذا كنت من الحين تفكر ما بعد رمضان والعياذ بالله يرجع لي عشيقته وهذا الخمرتة وهذا يبي يترك الصلاح مرة ثانية وهذا يبي عقوى لا طبنا ولا غدا الشر أين تتقون هذا وين تتقون لعلكم تتقون هذه التقوى هذه التقوى اللي ناوي من الآن ترجع ترى من شروط التوبة العزم ثالث شرط من شروط التوبة أنك تعزم على ألا تعود للذنب مرة أخرى فإذا كنت ناوي ترجع للذنب ترى ما في توبة انسى التوبة هذه هذه متوبة هذا العب اللي الآن وأنا أسمحولي أتكلم شوية بشفافية في ناس في ناس للأسف للأسف كثيرين من هذه النوعية ليسوا الأكثر لكن كثيرين يفعل أم الفواحش يشرب الخمر متى ترك الخمر؟ عندهم عادة وعرف يقول لك اترك الخمر قبل رمضان أربعين يوم عشان يقبل منك رمضان يعني شوف هو عارف عارف أن الخمر تمنع حتى قبول الصلاة فهو ترك الخمر قبل رمضان أربعين يوم وشهر كامل صار شهرين وعشر أيام شنو الآن ناوي طيب الآن تركت الخمر أكثر من شهرين مقادر تكمل شنو النفس الردية هذه والله إن بعضهم محتفظ في الزجاجات إلى الآن في البيت عنده عشان ناطر بعد رمضان على طول يعوض اللي فاته في الشهرين هذين إحنا أنت فكر شوي فكر هل هذا تتعامل مع رب العالمين بهذه الطريقة أنت بينك وبين بشر ممكن تضحك عليه فترة ثم ترجع لكن بينك وبين رب البشر تتعامل معاه هذه الطريقة وتقول أنا الحمد لله يا رب القبول أي قبول أي قبول أي قبول أنت ناوي ترجع للخمر ترى فكر هذا أم الفواحش ما نتكلم عن معصية عادية ما نتكلم عن شيطافة لا لا مو صغائر هذه هذه أم الفواحش أو يرجع لحبيبته أو عشيقته أو يرجع لبعض المنكرات ترجمة نانسي قنقر